قال ممثل دولة جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية إن العنف والهجمات الإسرائيلية على غزة تتعارض مع القانون الدولي وأضاف خلال جلسة المرافعات الشفاوية ثانية بشأن العواقب القانونية للاحتلال بالضفة الغربية والقصد الشرقية أن العتداءات الإسرائيلية بقطع غزة أكثر فزاعة من نظام الفصل العنصرية تحدي الإسرائيلي وعدم الاستماع إلى نداء الملايين من الفلسطينيين واليوم نتحدث وثلاثين الفلسطينيين سقطوا شهداء في قطاع غزة نتحدث اليوم سيد الرئيس الشعب الفلسطيني يدفع الدم ويدفع الروح سيد الرئيس إسرائيل تفعل كل ذلك ضد الشعب الفلسطيني وتنتهك حقوق الإنسان وتنتهك أيضا معايير القانون الدولي الواضحة وتتمتع بحصانة إن العالم يعيش حالة من الضعر والخوف بسبب الهجومات المستمرة من قبل إسرائيل على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر